دعت أوكرانيا الغربة إلى الإسراع في تسليم الأسلحة الثقيلة لها لتحويل مسار المواجهات مع القوات الروسية التي تقول إنها تمتلك ما لا يقل عن عشرة أمثال عدد قطع المدفعية والتي بحوزت القوات الأوكرانية وخلال كلماته في مؤتمر سنغافورة عبر الفيديو كومفرنس أصر الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي على أن بلاده ستنتصر في المواجهة المستمرة منذ نحو أربعة أشهر مع روسيا والتي تركزت على تبادل المواجهات بالمدفعية على مدن في شرق أوكرانيا أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين على تأييد مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وخلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف أكدت فوندرلين أن على أوكرانيا إنجاز مزيد من الإصلاحات التي تتضمن مكافحة الفساد لافتة إلى سعي للتحاد الأوروبي لإعادة إعمار البلاد هذا وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن باريس غير مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا وأربى المسؤول الفرنسي عن رغبة بلاده في أن تنتصر أوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية وأن تستعيد كييف وحدتها الإقليمية جاءت تلك التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه باريس لتهدئة المخاوف بشأن موقفها من الأزمة كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد تعرض لانتقادات من أوكرانيا وحلفائها في أوروبا الشرقية بعد مقابلات نشرت الأسبوع الماضي أكد فيها أهمية تجنب إهانة روسيا ليكون هناك حل ديبلوماسي عندما تنتهي الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واستمرارا للأزمة الروسية الأوكرانية والمستمرة منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي أعلنت وزارته الدفاع الروسية عن تدمير ما قالت بأنه نقطة تمركز لمقاتلين أجانب في مقاطعة خاركيا بسواريخ عالية الدقة وإسقاط مقاتلين تابعين للجيش الأوكراني وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الطيران الحربية قصف 48 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية ما أصفر عن مقتل أكثر من 170 عنصرا من الجيش الأوكراني وتدمير خمس دبابات ومغزن للأسلحة هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية في محيط مدينة سيفرو دونتسك الأوكرانية لم تحرص تقدما في جنوب المدينة حتى يوم أمس وذكرت الوزارة في تقرير مخابرتي أن القتال العنيف مستمر من شارع إلى شارع وضف التقرير الذي تم نشره على تويتر أنه من المرقح سقوط عدد كبير من الضحايا أعلى الجانبين هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب على حج قوات حلف شمال الأطلسي في بولندا ونقلت الوكالة عن رئيس الإدارة المسؤولة عن العلاقات الروسية مع أوروبا في وزارة الخارجية أن الرد سيهدف إلى تحييد التهديدات المحتملة لأمن روسيا للتحديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة